أصحاب الفيل أول من ذلل الفيلة هو إفريدون بن أثيان وأول من اتخذ للخيل السروج وسخر الخيل وركبها هو فطه مورث الملك الثالث من ملوك الدنيا وأول من ركبها من العرب هو إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام إن الفيل مع عظم فلقته يفر من الفأر وقد احتال بعض أمراء الحروب في قتال الهنود بأحضار فئران إلى ساحة القتال فتنفر الفيلة أبرهة الحبشي بنى كنيسة بصنعاء أسماها القليس لم يرى مثلها في زمانها بشيء من الأرض ثم كتب للنجاشي إني قد بنيت لك كنيسة لم يبنى مثلها لملك كان قبلك ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب فخرج رجل من كنانة حتى أتى القليس فأحدث فيها ثم خرج هاربا فغضب أبرهة عند ذلك وحلف ليسيرا إلى البيت حتى يهدمه فقاتلته بعض قبائل العرب في مسيره إلى البيت فأسر منه النفيل بن حبيب وكان هناك رجل يقال له أبو رغال يدل الأحباش على الطريق إلى مكة حتى ينزلهم في المغمس فمات أبو رغال هناك فما زالت العرب ترجم قبرة وأرسل الله على الأحباش طيرا من البحر أمثال الخططيف مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها بحجم الحمص والعدس فخرج الأحباش هاربين يبتدرون الطريق التي منها جاءوا ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق إلى اليمن وفي هذا العام ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد الملك إلى اليمن على يد سيف ابن ذياز عبادة العرب للأصنام استمرت خزاعة على ولاية البيت نحو من ثلاثمائة سنة وكانوا مشؤومين في ولايتهم وذلك لأن في زمانهم كان أول عبادة للأوثان بالحجاز بسبب رئيسهم عمرو ابن لحي فإنه أول من دعاهم إلى ذلك وكان ذا مال جزيل جدا وكان قوله وفعله فيهم كالشرع المتبع لشرفه فيهم ومكانته عندهم وكرمه عليهم قدم بصمم هبل إلى مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه ثم كثرت الأصنام في العرب الساطرون صاحب الحضر الحضر حصن عظيم بناه الملك الساطرون على حفة الفرات وهو منيف مرتفع البناء واسع للرحبة والفناء وهو في غاية الإحكام والبهاء والحسن والسناء وإليه يجب ما حوله من الأقطار والأرجاء الساطرون هو الضيزن بن معاوية بن عبيد بن أجرم من بن سليح بن حلوان بن الحاف بن قضاع كان من الجرامقة وكان أحد ملوك الطوائف وكان يتقدمهم إذا اجتمعوا لحرب عدو من غيرهم وكان حصنه بين دجلة والفرات سابور بن أسدشير بن بادت أول ملوك ساسان غز سابور على الساطرون ملك الحضر وأذل ملوك الطوائف ورد الملك إلى الأكاسرة وذلك لأن الساطرون كان قد أغار على بلد سابور في غيبته بأرض العراق فحاصره أربع سنين ولم يستطع دخول الحسن حتى أشرفت بنت الساطرون وكان اسمها النظيرة نظرت إلى سابور وعليه ثياب ديباج وعلى رأسه تاج من ثهب مكلل بالزبرجد واليقوت واللؤلؤ وكان جميلا فأرسلت إليه أتتزوجني إن فتحت لك باب الحضر فقال نعم فلما أمس ساطرون شرب حتى سكر وكان لا يبيت إلا سكرانا فأخذت مفاتيح باب الحضر من تحت رأسه وبعثت بها مع مولا لها ففتح الباب ودخل السابور فقتل ساطرون واستباح الحضر وخربها وسار بالنظيرة معه فتزوجها وذات يوم فبينما هي نائمة على فراشها ليلا إذ جعل التململ لا تنام فدع لها بالشمع ففتش فراشها فوجد عليه ورقة آس فقال لها سابور أهذا الذي أسهرت فقالت نعم قال فما كان أبوك يصنع بك قالت كان يفرش لي الديباج ويلبسني الحرير ويطعمني المخ ويسقيني الخمر قال أفكان جزاء أبيك ما صنعت به أنت إلي بذلك أسرع ثم أمر بها فربطت قرون رأسها بذنب فرس ثم رقض الفرس حتى قتلها عبد الله ابن جدعان هو عبد الله ابن جدعان ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن مرة السيد بني تيم وابن عم والد أبي بكر للصديق وكان من الكرماء الأجواد في الجاهلية والمطعمين للمساكين وكان في بدء أمره فقيرا مملقا وشريرا يكثر الجنايات حتى أبغضه قومه وعشيرته وأهله وقبيلته وأبغضه حتى أبوه فخرج ذات يوم في شعاب مكة حائرا فرأى شقا في جبل فظن أن يكون به شيء يؤذيه فقصده لعله يموت فيستريح مما هو فيه فلما اقترب منه فإذا ثعبان يخرج إليه ويثب عليه فجعل يحيد عنه فلما دنى منه إذا هو من ذهب وله عينان من يقوت فكسرها وأخذ اليقوت فدخل الغار فإذا فيه قبور لرجال من ملوك جرهم ومنهم الحارث ابن مضاب الذي طالت غيبته فلا يدر أين ذهب ووجد عند رؤوسهم لوحا من ذهب فيه تاريخ وفاتهم ومدد ولايتهم والكثير من الجواهر والذهب والفضة فأخذ منه حاجته ثم خرج وعلم باب الغار ثم انصرف إلى قومه فأعطاهم حتى أحبوه وسادهم وجعل يطعم الناس وكلما قلما في يده ذهب إلى ذلك الغار فزاد ثم رجع وفي حديث مقتل أبي جهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه تطلبوه بين القتلى وتعرفوه بشجة في رقبته فإني تزاحمت أنا وهو على مأدبة لابن جدعان فدفعته فسقط على رقبته فأثرها داق في رقبته فوجدوه كذلك وذكروا أن عبد الله بن جدعان كان يطعم التمر والسويق ويسقي اللبن ويجعل مناديا ينادي كل ليلة على ظهر الكعبة أنهلموا إلى مجلس ابن جدعان